اشتركوا في القناة قررنا ان نطلق حملة الحق في الضمان الاجتماعي لماذا الحق في الضمان الاجتماعي؟ لانه كل انسان يرغب في ضمان العيش الكريم بعد سن معين وبالتالي في فلسطين بدلت جهود كبيرة لإقرار قانون للتأمينات الاجتماعي وعام 2003 تم إقرار قانون للتأمينات الاجتماعية من المجلس التشريعي ووقع عليه الرئيس الشهيد ياسر عرفات وبدأ في تشكيل مجلس إدارة وانا كنت عضو في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية ولكن بعد فترة قصيرة تم إلغاء هذا القانون قانون للتأمينات الاجتماعية ومنذ عام 2003 وحتى الآن ونحن نطالب كافة الأحزاب والعديد من الاتحادات والنقبات ونحن في منظمة التضامن العمالية كنا نكرر مطالبنا بضرورة إيجاد قانون للتأمينات الاجتماعية لحماية المواطن الفلسطيني لكي يعيش المواطن الفلسطيني على أرض فلسطين ويكون فيه هناك عدالة اجتماعية ومساواة تكافؤ فرص لماذا الضمان الاجتماعي؟ نحن نقول بأنه يجب إيجاد قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين لأن منظمة التحرير الفلسطينية أولا وقعت على اتفاقية الضمان الاجتماعي العربية كون فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وفي منظمة العمل العربية ونحن الآن كفلسطين أصبحت دولة معترفة فيها في الأمم المتحدة وبالتالي يجب أن يكون هناك قوانين وتشريعات فلسطينية خالصة وعادلة في فلسطين لحماية المضطهدين ومحدودية الدخل لذلك من المفترض أن نقوم بتطبيق ما تم التوقيع عليه اتفاقية الضمان الاجتماعي وأيضا نحن في فلسطين في أمس الحاجة لخلق فرص عمل في فلسطين وكون الضمان الاجتماعي سيوفر أموال لخلق فرص عمل في فلسطين والمثل الأخرى أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد القوانين التي من شأنها أن يكون هناك سيادي قانوني لفلسطين كمان إضافي لذلك فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين سوف يكون مشارك في هذه المؤسسة أطراف الإنتاج الثلاث نحن نطالب بأن يكون هناك قانون للضمان الاجتماعي ينسجم مع اتفاقيات العمل العربي والدولي بمعنى أن يكون هناك حوار بين أطراف الإنتاج الثلاث الحكومة واصحاب العمل والعمال وأن يتم تشكيل مؤسسة للضمان الاجتماعي ينشأ بموجب ذلك صندوق للضمان الاجتماعي وبالتالي يكون العمال اللي هم اللي بدفعوا لهذا الصندوق هم مساهمين في إدارة هذه المؤسسة ما هو الضمان الاجتماعي الذي نريد؟ نريد أيضا ضمان اجتماعي في عدد من سلات الحماية أولا أن يكون فيه هناك تعطي لإصابات العمل وأمراض المهن ثانيا أن يكون هناك حماية للأموم والطفول ثالثا أن يكون هناك أيضا تأمين صحي وفي النهاية يكون فيه هناك راتب تقاعد يضمن العيش الكريم كما قلنا لكافة العاملين في فلسطين اللي إحنا نأمل أن تكون دولة كاملة العضوية وأن نكون أيضا يعني أعضاء في كافة المنظمات الدولية في فلسطين إذا ما هو القانون الذي نريد؟ نريد أيضا من هذا القانون أن تجري استخدام أموال الأموال المتراكمة في هذا الصندوق في استثمارات من شأنها أن تخلق فرص عمل للمزيد من العاطلين عن العمل في فلسطين وتحد من الهجرة الطوعية خارج الوطن موضوع الضمان الاجتماعي في فلسطين هو من أهم القوانين الاجتماعية التي توفر للمواطن الكرامي والعدالة الاجتماعية والمساواة لا يؤمن أن يكون هناك في القطاع العام تقاعد وأن يحرم بقية العاملين في القطاع الخاص والأهلي من الحق في الضمان الاجتماعي عشان هيك سنقوم في منظمة تضامن عمالية باشتراك مع اتحاد شباب الاستقلال وجمعية العمل النسوي بالضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل أن يكون عام 2014 عام الضمان الاجتماعي في فلسطين فيه هناك وجهات نظر عديدة تطرح الآن منها أن يتم فتح الضمان الاجتماعي الحكومي أي هيئة الضمان قانون 2007 للعاملين في القطاع الخاص والأهلي ولكن لنا وجهة نظر نقول أنه هذا بحاجة إلى التطوير لأنه هيئة التقاعد هي هيئة حكومية وموظفين حكوميين ولا يوجد صندوق خاص للضمان الاجتماعي في الحكومة وإنما من أموال وزارة المالية إذن إذا كان إحنا بلنا نشارك كعمال بالضمان الاجتماعي بلنا نضمن أن نشارك في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الشركاء الاجتماعيين وزارة العمل وكمان أصحاب العمل لذلك هناك أيضا حاجة لوجود الضمان الاجتماعي كون العاملين جميعا في القطاع الخاص والأهلي محرومين من التأمين الصحي وإحنا نقول أن المجتمع إذا كان صحيح أي يتمتع بالصحة والعافية إذا كان هذا المجتمع في عدالة اجتماعية إذن معنا ذلك نضمن أن هذا المجتمع شعبنا الفلسطيني يستطيع الصمود على أرضه ويقاوم ويستمر في المقاومة من أجل الحرية والاستقلال والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقبل هذا موجز عن حملة الضمان الاجتماعي وبترك المجال للزميلة وطفيقة سوسن رئيس الجمعية العام النسوي للأسباب اللي حكى حول أهمية قانون الضمان الاجتماعي بضيف أنه نحن في جمعية العمل النسوي محور هام من محاور عملنا هو الاهتمام بالجانب القانوني عملنا في جمعية العمل النسوي ونحن جزء من الحملة اللي عم تشتغل للقانون أحوال شخصية عادل ومنصف للنساء أيضا قانون العقوبات نحن جزء من الحملة الوطنية النسوية لإقرار قانون عقوبات منصف وعادل يأخذ بعين الاعتبار وضع النساء في وطننا لقينا كجمعية عمل نسوي أنه نكون جزء من حملة إقرار قانون الضمان الاجتماعي واللي بنتج عنه بتشكيل مؤسسة الضمان الاجتماعي ضرورة ملحة خصوصة وأنه ونحن نعمل مع النساء نحن عنا فروع بكل الوطن بشكل رئيسي في القليل في جنين في طول كرم في رمالة نحن بنشوف أنه عدد واسع كم هائل من النساء اللي بتشتغل بالعمل الخاص والعمل الأهلي اللي هن لا يملكوا الأمان على مستقبلهم في نهاية عملهم وخصوصي أنه بالإضافة لعدام الأمان عند كل اللي بيشتغلوا بالعمل الخاص والعمل الأهلي النساء عندهم مشكلة بالتمييز بالأجر بشروط العمل بالدوام بموضوع الأمومة والطفولة بكل هذه لكل هاي الأسباب نحن بنشوف أهمية قصوى لإقرار هذا القانون ومنشوف أنه كتير مهم أنه من شايفين في جهد وطني وجهد رسمي بشتغل يعمل لإقرار هذا القانون ونحن شايفين أنه كتير بعيد أنه ينحط أنه 2015 هو عام إقرار هذا القانون ما منشوف ضرورة لتأجيل هذا القانون نحن بنقول عام 2014 هو من الممكن توفير كل المستلزمات لإقرار هذا القانون لأنه نحن كمان عم نتطلع ومنشوف في المنطقة العربية أنه جيراننا في الأردن جرى عندهم القانون مقر وفي مؤسسة كبيرة للضمان الاجتماعي تطلعت كثير ومنضم ساهمت في تحسين شروط وتحسين عمل العاملات ومساهمتهم بقوة العمل وإراحتهم في هذا المجال بالتالي جهودنا بالفروعنا في كل في الوطن لندوانت لإثارة رأي عام للمشاركة مشاركة النساء وإعلاق صوتهم من أجل إقرار هذا الضمان راح تكون بالفترة القادمة في كل الفروع حتى نتمكن أنه نضم جهدنا لكل الجهود اللي اللي عمالها بتشتغل لإقرار هذا النظام بتمنى أنه كل المؤسسات والمراكز النسوية تنضم لهذا الجهد وتساهم في في كل البرامج اللي بتشتغلها في الترويج لأهمية إقرار هذا القانون وشكرا وبعض المجال لها جميع العقاب بداية صباح الخير لكم جميعا تأتي مشاركتنا نحن كاتحاد شباب الاستقلال وكافة منظمات الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني في ذلك من إيماننا بروح المسئولية وخدمة الشباب في هذا المجتمع وإذ ونؤكد من هذا المنبر على ضرورة مشاركة كافة المؤسسات الشبابية والجمعيات الشبابية أنفسهم بلا تميز أو فئوية فضمان الاجتماعي هو حق لكل مواطن ليناء العيش الكريم وإقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة والمسواة فإن مجتمعنا ممثل بالشباب فالشباب يشكل نصف المجتمع أو أكثر ويأتي انسجاما مع ما ورد بوثيقة الاستقلال عام 88 الفلسطينيون متساوون بالحقوق لا فرق بينهم على أساس الدين أو العرق أو الانتماء السياسي وإن إقرار هذا القانون يعمل على استعادة مستحقات العمال الفلسطينيين والعمل على توفير التأمين وتغطية إصابات العمل وأمراض المهن لنقف هنا وأنا استذكر كم من الشباب توفوا أثناء العمل وكمان على توفير التأمينات وصيبوا بإمكانة عمل وكديش أنهم انتهكوا بنتيجة العمال وفيش حد ما في حد يطالب بحقوقهم أو واجباتهم ونستذكر أنه بالأمس توفوا اثنين من الشباب الشعب الفلسطيني نتيجة العمال وأما فيه هناك لا أي قانون ولا أي شيء يغطيهم وأيضا نعمل على تغطية الأموم والطفولة والتقاعد فهذا هو الضمان الاجتماعي نوجه دعوة إلى كافة الشباب الذين هم أكثر المستفيدين من هذا الضمان الاجتماعي لأن الاشتراك في الضمان الاجتماعي للشباب سيوفر لهم الأمنة الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الضمان الاجتماعي سيساهم في مكافحة الفكر والبطالة في صفوف الشباب وخاصة الخرجين العاطلين على العمل لأن الأموال التي ستقدم لصندوق الضمان الاجتماعي سيتم استثمارها في مشاريع انتاجية تعود بالنفع على كافة العاملين وتخلق فرص عمل جديدة لهم وبالتالي فإن الضمان الاجتماعي سيقلل من الهجرة الطوعية للشباب الذين يبحثون عن فرص عمل وأمن اقتصادي واجتماعي في دوار المهجر وبالتالي فإن إيجاد فرص عمل للشباب وضمان العيش الكريم سوف يحد من هذه الهجرة سنواصل في العمل من خلال هذه الحملة من أجل الضغط على الحكومة لسن هذا القانون وسنواصل جاهدين العمل لتوفير العيش الكريم لكافة العابلين فالشعب بحاجة إلى الأمان والحرية والعيش الكريم حتى يتمكن شعبنا من مواصلة نضاله وكفاحه الوطني لتمكين طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال الذاتي ويسعدون أن يشاركنا في الحملة كافة المستفدين من الشباب العاملين والعاطلين على العمل والمؤسسات الشبابية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للوصول إلى تحقيق هدف الحملة بهدف الحملة بإعلان قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 معاً وسوياً نحو العيش الكريم لكافة العابلين يوم الصبح اسمعنا خبر من الأردن بيقول على أنه الضمان الاجتماعي في الأردن سيوفر هذا العام 2014 مليار دينار أردني وبالتالي يعني هذا تأكيداً على الكلام اللي حكناه بأنه سوف يترصد في صندوق الضمان الاجتماعي أموال طائلة من الممكن أن تستثمر في خلق فرص عمل لتشغيل العمال العاطلين عن العمل وتحديداً الشباب الخريجين